بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخواتي أصدقائي صديقاتي زملائي زميلاتي مغتربين في كل مكان حيثما كنتم وأينما وجدتم أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته كما أتمنى من الله العزيز القدير أن نقضي وإياكم أوقات ممتعة ومفيدة إن شاء الله أحييكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة السعيدة أقول لكي أنطلق وأتحدث معكم في مواضيع إخواني أخواتي أولا تهمكم لكن دعوني أن نبدأ أولا بموضوع التشجير وبعدين نتكلم إن شاء الله على بعض الرحلات أو على الأسئلة التي تطرحوها لي بعد حوالي عشر دقائق يعني عشر دقائق فقط حبيت نبدأ فقط على عملية التشجير اللي انطلقنا بها إن شاء الله من مدينة تيبازا بعدين نروحنا إلى مدينة سكيكدا رحنا كذلك إلى مدينة باتنا ويوم الجمعة إن شاء الله إذا كنا ملحيين يعني مثل ما نقول دائما في البلد إن شاء الله رح حنكون في مدينة خنشلة مدينة خنشلة المجاهدة مدينة خنشلة العريقة مدينة خنشلة التاريخية ومدينة خنشلة اللي نعرفها يعني بأشياء كثيرة وكثيرة لسيما الزرابي يعني صدقوني لو يكون عندي شوية وقت رح رحوا هذه المدينة هذه ورح تشوفوا الزرابي كيف منطقة الشوية يعني ينسجوا الزرابي كيف ينسجوا الزرابي وكذلك مدينة خنشلة اللي فيها حمام الصالحين هذا الحمام معروف وحمام كذلك يعني مشهود له وحمام تاريخي مدينة خنشلة يا جماعة معذرة لا أدري علاش راني نقول دائما مدينة بسكرة لكن مدينة خنشلة هي مدينة التفاح كذلك معروفة على المستوى العالمي مثل منطقة بوحمامة مثل منطقة قايس أو منطقة كذلك خنشلة كمدينة أو كولاية معروفة بالتفاح انتاح لكن مدينة خنشلة كذلك يا جماعة عرفت حرائق كبيرة قبل الحرائق اللي عرفتها كل مدن الجزائر كتزيوزو كبجايا كالطارف كقلمة كجيجل كسكيكدا كتبسة كذلك لأنه خنشلة عرفت الحرائق قبل سلسلة الحرائق هذه اللي عرفتها الكثير من المدن الجزائرية وزادت عرفة حرائق أخرى لعاشتها الجزائر خلال شهر أوت يعني مستها الحرائق مرطين مستها الحرائق مرطين وعلى هذا حبينا أن نزوروا أولا مدينة التاريخ ومدينة الأصالة خنشلة ونذهب نساعدوا خوتنا في خنشلة وساعدوهم بطبيعة الحال بالشي اللي نقدروا عليه وبالشي اللي يقدروا عليه أبناء الجالية تعنا وحتى الجزائريين هنا لأنه كانت فيه مساعدات كثيرة من أبناء جاليتنا ومن الجزائريين هنا كثر خيرهم ربي جزيهم ورب إن شاء الله يزيدها في ميزان حسنتهم حبيت ندير هذا اللايب يا جماعة ونبدأ في البداية باش نشرح بعض التفاصيل فقط ونشرح يعني بعض الأشياء اللي طلبوها علي بعض المغتربين وبعض أبناءنا من الجالية الجزائرية ولسيما الإخوة اللي يكلموني على كيفية المساعدة والمساهمة في هذه العملية ندعو ربي سبحانه فقط أن يتقبل هذه الصدقات الجارية لأن الكثير منكم كل واحد وينحب يصدقه كل واحد وينحب يعني يقدم هذه الصدقة أنا نعطيكم بعض المعلومات إخواني أخواتي باش تكونوا على فكرة فقط كيف تمت العملية حتى الأمور تكون في شفافية والأمور كذلك تكون يعني تكون معروفة لدى الخاص والعام إحنا العملية اللي درناها في مدينة باتنة والكل يعرف كانت أسعار الأشجار أنا ذاك عشرين أمائتين دينار جزائري وبعدين الإخوة سعدونا يعني فلابيبينيار تعبتنا لمعروفة يعني المشتالة تعبتنا سعدونا وخلوهن بمئة وستين دينار جزائري الشجرة لكن هذه الأشجار كلها يعني غرسناها مع الأطفال اللي شفتوهم معنا والطلبة اللي شفتوهم معنا وحتى الرياضيين اللي كانوا معنا كثير خيرهم وبالمناسبة يعني نحييهم ونشكرهم يعني جزيل الشكر على الوقوف التحم والمساندة التحم والدعم التحم كذلك اللي كانوا معنا قلت هذه العملية درناها في مقبرة جديدة في ولاية باتنة هي مقبرة لمدفونين فيها كل الموتى تعالكوفيد كل الموتى لمستهم الكورونا رحمهم الله وندعو لهم الله عز وجل الرحمة والمغفرة وأن يخصص لهم مكان مع الشهداء والصدقين وكذلك روضة من رياض الجنة إن شاء الله لأنه كلهم فقدناهم وفقدتهم الولاية وفقدتهم الوطن بسبب هذه الجائحة انتع الكورونا الآن في خنشلا هو شيء آخر يا جماعة وربما رح تتعجبوا بالسعر أو بالقيمة المالية انتع الشجرة لأنه في باتنا قلت لكم كانت أجزار 160 دينار جزائري وإذا تتذكروا كلكم كنت أقول لكم أن الشجرة قيمتها النورو وبالجزائر في الجزائر يعني القيمة تاحها بدسون دينار أو 200 دينار جزائري أو عشرين نلف مثل ما نقوله هنا في الجزائر لكن المفاوضات مع الإخوة يعني تعالى بيبينيار جزاهم الله خير على المجهودات اللي بذلوها وساعدونا وجونا يوم السبت رغم أنه نهاية أسبوع يعني استوي كان جونا الإخوة هنايا ودرنا الشي اللي قدرنا ندروه في ولاية باتنا لكن الحمد لله في بسكرة كانت عدنا كان عدنا كلام آخر مع لبيبينيار تعقايس هذه اللي معروفها ويعرفوها إخوة تعنا تاخنشلة تعقايس وساعدونا يعني وعطونا أشجار لأنه يا جماعة مش تفهموا العملية أنه فيه أشجار تعلغبات وفيه الأشجار المثمرة الأشجار تعلغبات يعني اللي كلمونا عليهم مديرية الغابات لأنه التعامل تعنا والعمل تعنا دائما هو بالتنسيق مع قضية مع موضوع الغابات يعني ما نقدرش ندير حاجة وما نقدرش ندير حاجة في أي ولاية بدون ما نتكلمه مع مديرية الغابات هي اللي تعرف الغابات وش تحتاج والحرائق وين مست والاحتياجات التحم ونوعية الأشجار ما هي نوعية الأشجار اللي إحنا نخصوها لهذه المنطقة سكيك دا درنا أشجار لم نقدرنا همش في تيبالا في زراء في تيبالا درنا أشجار لم نقدرنا همش في باتنا وكذلك خنشلة رح نديره أشجار رح ينغرسه أشجار لم نغرسنا همش في الولايات الأخرى لأنه في خنشلة الحرائق يعني التهمت التهمت أشجار الغابات أكثر شي أشجار الغابات بطبيعة الحال فيه ناس فيه ناس اللي قسطت لهم الأشجار المثمرة التحم ولسيما أشجار طفاح كما في منطقة القبائل اشجار زيتون او كذلك اشجار الخروب في سكيكدا وفي العديد من المدن اما في خجلة اكثر اشجار اللي تمسوا وليتحارقوا والغبات ليتحارقوا كانوا فيهم اشجار تاع الصانوبر اولا في الصانوبر كذلك اشجار الخروب او اشجار كذلك يعني اللي ينقلون احنا يا البستاش دي بستاشي سيد بستاشي سيبال planets بين النقلوه لكن سيد بستاش صوفاش هذا بيستاش صفاش للإخوة يعني حبوا فقط أنه يفهموا يعني يفهموا الأشجار أو الغابات هذه وكذلك سمحوا لي فقط يعني في بعض بعض يعني ليفويو إن صح القول سمحوا لي الكلمة أو بعض يعني لما مش متربيين أنا مطالب في كل مرة أنه ما نعطيهم مش فرصة يعني حتى بيش يقعدوا معنا أو حتى باش يشاركونا في هذا اللقاء وعلى هذا يعني ماذا بينا الناس المحتربين والناس دائما نقولها والناس المتربيين هما اللي يقعدوا أما الناس لما مش متربيين وناس لأعداء أعداء كل شيء أعداء كل شيء أعداء النجاح أعداء الطبيعة أعداء الطربية أعداء الأخلاق فبالتالي ما نعطيهمش فرصة حتى باش يكونوا معنا ومتمنى أنه يروح يشوفوا شيء آخر يعني هذا ربما ما هوش مكانهم وما هوش كذلك يعني ما يش مناسبة لهم أن يكونوا معنا المهم نغلق القوس ونغلق كذلك الملف قلت أنه في خنشلة راح يكونوا أشجار سابا هذا مشي اللي طلبوا علينا وكذلك الخروب وكذلك البستاشي وربما كذلك يكونوا أشجار الكروش أشجار الكروش يا جماعة هما الأشجار ليعطيوا البلوط كما لمران اللي تشوفوه في فرنسا وفي أوروبا لعادة أنه يأكلوه الناس خلال أعياد نهاية السنة أعياد نهاية السنة فبالتالي الأشجار تأسانوبر وأشجار الكروش وأشجار البستاشي هذا هذا هو الشي يا جماعة اللي طلبوه مننا مديرية الغابات هذا هو الشي اللي طلبوه مننا مديرية الغابات وبالتالي إحنا يعني الشي اللي قلونا عليه اللي نديروه ما نديروش حاجة من رأسنا لأنه ما نعرفوش إحنا يا جماعة ما نعرفوش الغابات تأخنشلا واش تحتاج ولا الحرائق ولا كذلك الاحتياجات المهم هاي العملية كيف اجتمت توصلنا إحنا يا توصلنا إحنا يا مع مدرية الغابات قالوا لي يعني كانت فيه خصائر كبيرة في خنشلا تعد بألف الهكتارات يا جماعة تعد بالألف الهكتارات وبالتالي يعني اعطوني أنشفرتها أم مليون المليون أربر يعني مليون شجرة مليون شجرة يا جماعة وبالتالي عدد كبير بيكون صراحة مليون شجرة ما نقول شنا يا بللي الجالية تاعنا ولا المواطنين تاعنا ولا الجزائريين تاعنا ما يقدروش يديروها لأن الجزائري معروف بالمعجزات ومعروف بأشياء اللي يديرها لحتى الإنسان ما يقدرش يفكر فيها ففكرنا وأنا هذا الكلام اللي كان معايا يعني راني نقول لكم يا جماعة نعطيكم كل النقاط وكل الكلام اللي تكلمته يعني مع مدرية الغابات حتى الإخوة تاعنا اللي راني تبعوا فينا يعرفوا كل صغيرة وكبيرة يا جماعة فأطلبت وقلت لهم أنا نحن مستعدين إن شاء الله أنه نعاونوكم بخمسين ألف شجرة سيكونت ميل أربر أوكي فبالتالي راح نجاوب يا الأخت باشا لي قال لك اتصلنا بيك في الفايبر وما كانش لكن راح نجاوبكم يا جماعة سمحوا لي لأنه كانت كثير من المكالمات وكثير من المرسلات على الفايبر على المسنجر على الواتساب راح نجاوبكم يا جماعة سيب برصار راني ندير في اللايف هذا راني ندير في اللايف باش نفهمكم كلكم يا خوتي باش يعني بيكون صراحة ما تكونش يعني أموات سعدوني وتفهموا علاش راني ندير اللايف باش تفهموا كامل إن شاء الله قلت قالوا لي في خنشلة يعني حوالي أزيد من مليون شجر وآلاف الهكتارات اللي تحركت المهم احنا وعدناها بخمسين ألف شجر إن شاء الله خمسين ألف شجر يعني صدقون يا جماعة والله العلي العظيم ونبيه الكريم يا جماعة غير العديد من المغتربين تانا والمهاجرين تانا كثير خيرهم كلموني واحد يقول لك ألف واحد يقول لك خمسمية واحد يقول لك يعني حتى قبل أمس كلمني واحد مواطن من الجزائر العاصمة وقال لي عشرين ألف وتمنيت أنه الأخ هذا ربما رو يتبع فينا في اللايف أنه يجي ويشارك معنا في خنشلة الناس كما هذم يعني قلائل للإنسان يتبرع بعشرين ألف لأنه عشرين مليون إذا أخذينا بالإتبار كل شجرة بدي دينار حوالي عشرين مليون كثير خيره ربي جزيه وراني نقولها في لايف يعني وندعيوله إن شاء الله ويدعيوله كل الإخوة والأخوات أنه ربي يزيد له في ماله ويزيد له في رسقه وطلب تمنى أنه هو ليجي يشتري شجر وهو كذلك ليغرس معنا هو وصدقاء وهو وعدني بطبيعة الحال هو وعدني نتمنى فقط أنه يكون معنا كذلك واحد من أستراليا واحد يا جماعة من أستراليا من سيدني تكرم علينا بعشر ألاف شجرة هذما هم الأوائل يا جماعة العاصمة بعشرين ألف واحد في أستراليا بعشر ألاف وبالتالي كانوا كثير من المغتربين بتاعنا لواحد ألف واحد ألفين واحد ثلث ألاف وحتى كذلك خمس ألاف المهم أنا أقول اليوم أننا وصلنا بحوالي وصلنا لحوالي خمسة وربعين ألف شجرة بقتلنا يوم الغد إن شاء الله الأربعاء والخميس إن شاء الله رح يكون فيها هذا العدد باش نوصلو الخمسين وباش كذلك نكونوا عند حسن ظن المديرية الغابات التاعنا اللي في خنشلة ونكونوا عند حسن ظن أبناء جاليتنا كذلك وابناء كذلك مدينة خنشلة اللي رام نتاظروا فينا إن شاء الله باش نكونوا يوم الجماعة عندهم وإن شاء الله يفرحوا بينا ونفرحوا بيهم إن شاء الله لكن يا جماعة بكون صراح حتى نكون صراح معكم وحتى نكون ديراكت معكم المشكلة ماهيش في الشجرة المشكلة ماهيش في الشجرة أو في عدد الأشجار لأنه قادرين نديو مئة ألف شجرة أنا نقول لكم والله لو زدنا ربما أسبوع راح نديروا مئة أو أكثر من مئة ألف لأنه الإخوة والحمد لله يعني حتى أخذت على بيبينيار يعني نيجوزيت معاه وكأنه النيجوزي يعني حتى الأخ قال يا أخي يا صعيب قال يعني صعيف وصلنا حتى القضية تعدينار وصلنا الكاز دينار حتى قلت له أنا لازم أننا تديرونا أنشيف الرون أنشيف الرون قلت له حتى الحسابات يعني وانا نضحك معه قلت له حتى يصي عمار الحسابات تكون هايلا وسهلا وليكل نحن يا خلها نبدي دينار لكن لازم تفهموا يا جماعة أنه هذه الأشجار راهي موجهة للغابات موجهة للغابات هذه راح تكون فايدة للحيوان الحيوانات اللي تكون في الغابة من بينها الذيب يعني والحيوانات المفترسة يعني موجه غير الأليفة وكذلك راح تكون أماكن يا جماعة غابات يعني مهمة الإنسان يعني العائلات تعخنش له وضواحيها كي يخرجوا مع ولادهم يديروا دي بيكنيك ولا يديروا يعني أماكن يعني تعراحة والاستراحة راحين يا جماعة يلقوا الشجرة للدير عليهم الظل ضيف إلى ذلك يا جماعة أنه الشجرة كذلك أنه الشجرة كذلك مهمة يعني مهمة كذلك يعني للحيوانات كما الطيور كما كذلك يعني بعض الطيور لأنه تعرفوا أنتم الطيور يعني كذلك المعيشة التحت كون في الشجرة لأسيما في فصل الشتاء أنه الكثير من الطيور وكذلك يا جماعة الشيء المهم كذلك هو المواطنين أو كذلك الفلاحين اللي يعملوا في هذه المناطق لأنه كذلك هم يعيشوا بالنحل والعسل اللي بيعوه العسل اللي بيعوه للمواطنين لأنه تعرفوا في الجبال كين ثلاث أشياء اللي يستفادوا منها الناس كين حل كين أشجار مثال الزيتون يدروا زيت زيتون ويبيعوه وراكم شفتوا في الروبرتاج اللي درتول كما عنده يوم أمس يوم أمس الروبرتاج على زيت زيتون وشفتوا الناس يجيبوا مساكن دو بيدون تروا بيدون تروا سينك لتر فان لتر باش يبيعوه زيت التحم وحتلقى عنده عشر شجار تعزيتون خمسة عشر شجرة تعزيتون عشرين شجرة يلم يلم كل هذا ويروح يديم المعصرة باش مسكين يبيع عذيك عشرين نترة ولا ثلاثين نترة يسترزق بيها ويبيعها للناس يعني خلال خلال هذا الفصل تعال الخريف وقلت لكم العسل ضيف إلى ذلك بعض الأشجار يعني اللي عندهم أقول اللي عندهم التفاح ولا عندهم أشياء لأنه دائما الناس اللي يسكنوا في الجبال يعيشوا مساكن يعيشوا مساكن بالشيء هذك اللي يعطيوه لهم ربي سبحانه ولي يعطيوه لهم الطبيعة بطبيعة الحال كما قلت لكم من أشجار التحصان أشجار الخروب كذلك يا جماعة هو عامل تجار الخروب هذا ولو يديروا به الشوكولة عدنا مصانع في الجزائر تخدم به الشوكولة وبالتالي الناس اللي نعطيوهم أشجار الخروب رحين يبيعوا الخروب لهذه المصانع تخدم الشوكولة باش يديروا به يديروا به الشوكولة كذلك أشجار البلوط هو البلوط قلت لكم هذا في الجزائر إخوة ربما تأخنش لو تعشوية يعرفوا شوه البلوط سيكم لومارون لومارون في فرنسا أو القسطل أو القسطل نقولوله هذا كذلك مهم جدا يعني المفيد يعني لسكان المنطقة فقلنا الآن إن شاء الله رننا في حوالي خمسة وربعين ألف هكذا ربعة وربعين وحاجة ربعة وربعين ألف وحاجة يعني إن شاء الله من الجمعة إن شاء الله نغلقوا هذا الشيف رتا خمسين ألف ربما فيه إخوة كذلك يزيدوا يعاونوا يزيدوا يساعدوا الأبواء مفتوحة بطبيعة الحال الآن الإخوة يطلبوا لي يقولوا لي كيفاش نعاونوا كيفاش نعاونوا هذا أحمد الشيخ يعني ربما رأو مقلق ويقول لك هاتم الآخر نقول لك يا الأخ يعني أحمد ربما ترك مقلق الأفضل لك أنه تروح ترتاح يعني بيكون صراحة ليلة سعيدة شكرا لك فقلت أنه الآن الإخوة رعم يطلبوا فيه ويقولوا لي كيفاش نساعدوا أنا قلت لكم يا جماعة حتى باش تكون شفافية وباش تكون يعني مصداقية في العملية وركم تابعوا يا جماعة في كل عملية باش تعرفوا أنه يعني المساعدات تعكم وكذلك الأموال تعكم هاي والريحة تروح هذا مهم جدا يعني لأنه يعني عملية مثل هذه فقدنا الثقة فيها كثير يعني العادة كثير من الناس يكانوا يتكلمون يعني يقال لك درنا وما شفناش بعثنا وما شفناش عاوننا وما شفناش ومن حق أي مواطن جزائري أنه يشوف يعني الصدقة تعوير راحت هذه إن شاء الله أعدكم وهذا وعد مني أنه كل خطوة ندروها إلا وتشوفوها لايف وتشوفوا العملية والراحة والأشجار كيفاش تدار الإشكالية فقط فضرها الإشكالية فقط يا جماعة في الأموال كيفاش تروح اللي قلت لهم أنا احنا مستعدين إن شاء الله أنه نعاونوكم بخمسين ألف شجرة سيكونت ميل أربر أوكي فبالتالي راح نجاوب يا الأخت باشا اللي قال لك اتصلنا بيك في الفايبر وما كانش لكن راح نجاوبكم يا جماعة مرسلات على الفايبر على المسينجر على الواتساب راح نجاوبكم يا جماعة سيب برصار راني ندير في اللايف هذا راني ندير في اللايف باش نفهمكم كلكم يا خوتي إخواتي باش يعني بيكون صراحة ما تكونش يعني أموة تساعدوني وتفهموا علاش راني ندير اللايف باش تفهموا كامل إن شاء الله قلت قالوا لي في خنشلة يعني حوالي أزيد من مليون شجر وآلاف الهكتارات اللي تحركت المهم احنا وعدناها خمسين ألف شجر إن شاء الله خمسين ألف شجر يعني صدقوني يا جماعة والله العلي العظيم ونبي الكريم يا جماعة غير العديد من المغتربين تانا والمهاجرين تانا كثير خيرهم كلموني واحد يقول لك ألف واحد يقول لك خمسمية واحد يقول لك يعني حتى قبل أمس كلمني واحد مواطن من الجزائر العاصمة وقال لي عشرين ألف وتمنيت أنه الأخ هذا ربما رأي يتبع فينا في اللايف أنه يجي ويشارك معنا في خنشلة الناس كما هذم يعني قلائل للإنسان يتبرع بعشرين ألف لأنه عشرين مليون إذا أخذينا بالإتبار كل شجرة بدي دينار حوالي عشرين مليون كثير خيره ربي جزيه وراني نقولها في لايف يعني وندعيوله إن شاء الله وطلب تمنى أنه هو ليجي يشتري شجر وهو كذلك ليغرس معنا هو وصدقاء وهو وعدني بطبيعة الحال هو وعدني نتمنى فقط أنه يكون معنا كذلك واحد من أستراليا واحد يا جماعة من أستراليا من سيدني تكرم علينا بعشر ألاف شجر هذم هما الأوائل يا جماعة العاصمة بعشرين ألف واحد في أستراليا بعشر ألاف وبالتالي كانوا كثير من المغتربين تعنا لواحد ألف واحد ألفين واحد ثلث ألاف وحتى كذلك خمس ألاف المهم أنا أقول اليوم أننا وصلنا بحوالي وصلنا لحوالي خمسة وربعين ألف شجرة قتلنا يوم الغد إن شاء الله الأربعاء والخميس إن شاء الله رح يكون فيها هذا العدد باش نوصله الخمسين وباش كذلك نكون عند حسن ظن المديرية الغابات التاعنا اللي في خنشلا ونكون عند حسن ظن أبناء جاليتنا كذلك وأبناء كذلك مدينة خنشلا اللي رامي نتظروا فينا إن شاء الله باش نكونوا يوم الجماعة عندهم وإن شاء الله يفرحوا بينا ونفرحوا بيهم إن شاء الله لكن يا جماعة نكون صراح حتى نكون صراح معكم وحتى نكون ديراكت معكم المشكلة ماهيش في الشجر المشكلة ماهيش في الشجرة أو في عدد الأشجار لأنه قادرين نديو مئة ألف شجرة أنا نقول لكم والله لو زدنا يعني ربما أسبوع راح نديروا مئة أو أكثر من مئة ألف لأنه الإخوة والحمد لله يعني حتى الأخذت على بيبينيار يعني نيجوزيت معاه وكأنه النيجوزي يعني لي حتى الأخ قال لي يا أخي تايا صعيب قال لي يعني صعيف لنيجوزياشون وصلنا حتى القضية تاعد دينار وصلنا الكاز دينار كاتورس دينار حتى قلت له أنا لازمنا تديرنا أنشيف الرون أنشيف الرون قلت له حتى الحسابات يعني وأنا نضحك معاه ويطلوا حتى ينصي أمار الحسابات تكون هايلا وسهلا ولكل نحن خلّهانا بدي دينار خلّهانا بدي دينار